في سبيل ضمان أحسن الخدمات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما شريحة الصم والبكم عملت مديرية أمن ولاية سيدي بالعباس بالتنسيق مع ناظرتها للنشاط الاجتماعي على تكوين أفرادها في لغة الإشارات بما يسمح لهم بالتواصل مع هذه الفئة أمن ولاية سيدي بالعباس وعلى غرار باقي أمن ولاية الوطن جسد دوارات تكوينية لفائدة قوة شرطة من مختلف الرتب تلقوا تكوينا نظريا بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي لولي سيدي بالعباس في مجال لغة الإشارة استفاد من هذه الدوارات التكوينية حاليا أكثر من 100 شرطين من مختلف الرتب هم موزعين على مختلف المقرات الأمنية هم يتكفلون أيضا باستقبال وتوجيه فئة دوي الاحتياجات الخاصة صعوبات كبيرة ظلت تجدها هذه الفئة في طرح إنشغالاتها ومطالبها كلما تقدمت من المقرات الأمنية قبل أن تأتي هذه المبادرة وتفك عنها هذا الإشكال أنا نعم فرحاً بكري مكتن اللا لفلالتك إشارة متتم مكتن أن نديه موضوع مكتن ونحبت دي بلو جمعاء لفلالتك إشارة مصابتنا totنا هم حمد الله وهو كائنا لو كائنا لو كائنا لو كائنا لو كائنا لو كائنا وكائنا نحبت دي نفهم عونو تقران تعميم هذا النوع من التكوين على باقي عمال مختلف المؤسسات والإدارات العمومية هو ما يأمل فيه أفراد الصم والبكم حتى يتسنى لهم التواصل مع الجميع باستعمال لغة الإشارة